آخر حاجة معايا وهو قرار متعلق بإعادة تشكيل لجنة الانضباط من اتحاد القرى مجلس دارة الاتحاد المصر لكرة القدم في اجتماعه صباح اليوم الأحد قرر برئاسة الأستاذ جمال علام اعتماد تشكيل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد برئاسة المستشار عزة سيد عبدالعزيز خميس وهو مساعد وزير العدل السابق واللجنة بتضم اللجنة اللي بترأسها المستشار عزة خميس كل من المستشار محمد شيرين فهمي عبدالحميد وده نائب للرئيس والمستشار عصام الدين أحمد محمد فريد وكان رئيس محكمة استيناف القاهرة السابق المستشار إهاب السيد عبدالمطلب عثمان والمستشار عزة أبو زيد عبدالعزيز سلام يكونوا أعضاء في لجنة الانضباط خلال الفترة اللي جاية بعد استقالة اللجنة السابقة نتيجة طبعا خروج أحد المسؤولين عن النص في الفترة السابق نتمنى يا رب اللجنة تبدأ تشتغل وتمارس مهام عملها أنا طبعا مش قدام اللايحة عشان أعرف هل يحق للاتحاد أن هو يعيد تشكيل اللجنة ولا هل اللجنة محتاجة جمعية عمومية عشان يتم انتخابها من الجمعية العمومية للاتحاد الجزء القانوني ده مش حاضر قدامي دلوقتي لكن أكيد خلال الحلقات اللي جاية أنا أعرف مدى قانونية قرار الاتحاد لكن مهم جدا جدا الفترة اللي جاية تكون فيه لجنة انضباط وكمان موجود فيه لجنة استيناف ويكون كمان موجود لجنة قيم وأخلاق طبقا للتعليمات اللي موجودة في لحة النظام الأساسي للفيفا وللاتحاد المصري وكمان نتمنى يكون فيه لجنة فضل منازعات خلال الفترة اللي جاية دي كانت أبرز الأخبار اللي معنا نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع نشوف تريند الأهلي والسوشيال ميديا اللي كتبت فيه عن الأهلي خلال الساعات الأخيرة